الأخت الكريمة قبل قليل تقول أن الزوج يطلب مرافقة الزوجة حتى في ذهابها إلى بيت أهلها طبعا هنا استفهام مهم جدا ما هو السبب الذي يدعو هذا الرجل أنه يفعل هذا الفعل ربما أن عنده سبب هل هو سبب من الزوجة نفسها أو منه هو شخصيا أو من العائلة أو هناك مواقف أو رواسب سببت هذا الأمر هل هو الرجل في شخصية شيء من الشكوك أو الظنون إلى غير ذلك من الأشياء لذلك السؤال هذا يحتاج إلى استشارة بطريقة خاصة ومثل بعض النقاط في الحقيقة تحتاج إلى التواصل معنا في زاد الحكمة حتى أننا نستطيع أن نتكلم عنها لكن دعوني أتكلم عن الموضوع أو القضية بطريقة مختلفة أنا أتمنى من الرجال أن يفهمون خصوصيات المرأة وهذا سوف يدعوني أيضا إلى نقطة أخرى وهي الكلام عن التجمعات العائلية واللقاءة العائلية كيف يمكن أن نحن نتعامل معها أيضا حتى لا نخرج منها بخلافات أو نخرج منها بنزاعات الواجب على الرجل أن يدرك حاجة المرأة ساعات إلى أهلها بعض الأحيان المرأة تراها بحاجة إلى استراحة نفسية إلى غذاء إيجابي جلوس المرأة مع أهلها إلى غير ذلك من الأشياء كثرة مرافقة الرجل مع المرأة أو عدم المرافقة ثنتينهم سلبيات يعني بعض الرجال عكس هذا ينزلها عند الباب ويمشي ما عمره زارها لها ولا دخل معهم ولا جلس مع أبوها ولا جلس مع أمها ولا أي شيء بينه وبينهم إلا أنه أخذ بنتهم فقط وهذا جفاء الثاني مثل هذا غلو عنده يرافقها في كل صغيرة و كبيرة حتى لا يتركها حتى تجلس مع أمي طيب أسألك سؤال أنا أحيانا أسألك سؤال جلوسك أنت بيتها لها تلزم زوجتك وتلزم أمها و انقصروا معاك ولا حتجلس معاك في هالمجلس عاتبتهم طيب أمها الآن زايرينها بناتها أو عندها مناسبة خاصة طيب كيف توافق زوجتك تجلس معها ساعتين ثلاث ساعات هل هو فراق عند هذا الرجل أم ماذا يا ترى لذلك أنا أتمنى في الحقيقة أن لا يكون عندنا لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني زيارتك لأقاربك لأهلها لا شك مطلوب وهو من صلة الرحم فهم أجداد أولادك وأيضا أخوال أبنائك فكلهم خيرا على خير وهذا من الصلة المطلوبة اليوم لا نريد حنا أن تتكون قطيعة بين الإنسان وبين أخوات الزوجة أو أخوان الزوجة قصدي لا الأمر الآخر هنا رسالة أقدمها للتجمعات العائلية أنا أتمنى من الإخوة الرجال إذا كانوا يجتمعون بيت أبوهم وأمهم أن يحرصون في الحقيقة أن لا تكون اللقاءات مباهة اليوم كل على هالجوالات وصارت القضية مباهة أو مناظر إلى غير ذلك من الأشياء وحتى دخلت المفاخرة بين الأخوان بعضهم مع بعض بين الأخوات بعضهم مع بعض إلى غير ذلك من الأشياء وهذا حقيقة يفسد صناعة السعادة يفسدها